ثانيا إلى زعماء وحكام أمتنا العربية نقول لكم من قلب المعركة التي تشاهدون ولا شك تفاصيلها عبر شاشاتكم إننا لا نطاربكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم لا سمح الله ولا أن تدافعوا عن أقدس مقدساتكم التي تنتهك فيها الحرومات من قبل شذاذ الآفاق خرجي معازل الجيتو ولا أن تغضبوا لشتم نبيكم صلى الله عليه وسلم في قلب مسراه ومعراجه إلى السماء لا نطالبكم بذلك فنحن أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال وإساءة وجهه والقتال عن شرف أمتنا وديننا ومقدساتنا وأرضنا بما نمتلك من إمكانات بين أيدينا صنعناها من الصفر وابنيناها من المستحيل ولكن هل وصل بكم الضعف والعجز أنكم لا تستطيعون تحريك سيارات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى جزء من أرضكم العربية الإسلامية الخالصة رغما عن هذا العدو المهزوم المأزوم فهذا ما لا نستطيع فهمه وتفسيره ومن هنا فإننا نجدد دعوتنا ومطالبتنا لشرفاء أمتنا ولكل أحرار ومجاهدي المنطقة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ أمتنا وأن يهبوا لقتال هذا العدو معنا من أجل كنسه عن أرضنا وتحرير قدسهم وأقصاهم وإعادة مجد أمتهم فنحن على يقين تام بأن أحرار هذه الأمة إن هبوا هبة رجل واحد في الميدان فإن هذا العدو لن يحتمل ولن يصمد أمام هذا الطوفان الهادر